مسرحية هزلية مكشوفة بنظر الحكومة لكنها خطوة عملية أولى على الأرض بنظر الأمم المتحدة هكذا بدت ردود الأفعال على ما سمي أممياً بانسحاب ميليشيا الحوثي أحادي الجانب من مواني الحديدة والصليف وراس عيسى الموقف البريطاني ظهر مؤيداً للانسحاب الحوثي حيث اعتبر وزير الخارقية جيرمي هانت هذا الانسحاب بمثابة خطوة تقترب من إنهاء الحرب الوحشية والأزمة الإنسانية لكن المثير للإستغراب هو سخرية المسؤول البريطاني من تشكيك الشرعية بعملية الانسحاب وهو ما اعتبره مراقبون بداية توجه دولي لتمييع اتفاق سوكهولم تصريحات أكثر من مسؤول حكومي أكدت بأن انسحاب الحوثي أحادي ومخالف لاتفاق عادة الانتشار ولا يمكن القبول به كونه غير دقيق ومضللاً للرأي العام الدولي واتهم مستشار الرئيس هادي عبد الملك المخلافي المبعوث الأممي بالتواطئ مع ميليشيا الحوثي والتغطية على خروقاتها للقرارات الدولية مؤكداً على أن الانسحاب الوحيد المؤدي للسلام هو تسريم الموانئ للسلطة الشرعية المعترف بها دولياً يقضي اتفاق الحديدة بعادة الانتشار بإشراف الأمم المتحدة والشرعية والحوثي لكن الانسحاب المعلن عنه بدى مثيراً بالجدل والسخرية معاً حيث تسلمت قوات خفر السواحل التابعة للحوثي ميناء الصليف من ميليشيا الحوثي في صورة عدها البعض كاريكاتيرية حيث تسلم الميليشيا الموانئ لنفسها وهو ما بدى كالسنساخ مكرر لمشهد سابق تم فيه تسليم ميناء الحديدة ولكن هذه المرة بترحيب أممي وتاييد بريطاني ترجمة نانسي قنقر